قبل أكثر من ثلاثين عاماً جرى إعدامهم كما تم التخلص من جثامينهم أسرهم لا تعلم مصيرهم ولا تستطيع الوقوف على قبورهم هم ثمانية وعشرون ضابطاً سودانياً جزء من مجموعة ضباط اتهموا بمحاولة الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير الذي استولى على السلطة حينها لأشهر معدودات أحيل الجميع لمحاكمة عسكرية قتل من قتل وسجن آخرون أطيح بالبشير قبل أكثر من عام ولم يعرف بدقة أين دفنوا النيابة العامة أعلنت العثور على مقبرة جماعية رجحت أنها تلك التي ووريت فيها جثامين الضباط المقبرة وضعت تحت حراسة عسكرية والنيابة لتزال تستكمل إجراءات النبش بمشاركة جهات مختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مصرح الحادث وأكدت لأسر الضباط أن الجريمة لن تمر من دون محاكمة عادلة ليست المقبرة الوحيدة التي جرى اكتشافها في السودان ففي الشهر الماضي جرى اكتشاف مقبرة جماعية في الخرطوم يشتبه أنها تضم رفاة الطلاب الذين قتلوا عام ثمانية وتسعين أثناء محاولتهم الفرار من الخدمة العسكرية في معسكر تدريب البشير الذي يحاكم بتهم عدة أبرزها لانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة والفساد وقتل المتظاهرين كان قد تباهى أمام قيادات نظامه في تسريبات بثتها العربية من اجتماعات الإخوان باسم الأسرار الكبرى تباهى بالكيفية التي أحبط بها محاولة الانقلاب معترفا بقتل ودفن الضباط تباهى بالكيفية التي أحبط بها محاولة الانقلاب النيابة قالت إنها بعد تحقيقات استمرت لأشهر مع أركان النظام السابق اقتربت من توجيه اتهامات لقادة هذا النظام على رأسهم البشير بتصفية الثمانية والعشرين ضابطا دون وجه حق